كلام اسلام في نقطة وسامة ابو عالي لو تفتكر هدف الزمالك اللي جي في الاهلي اللي كان من الاوت كان وسامة ابو عالي كرة مقدرهاش صح وعدت من راسه وهو في الالتحمات الهوائية مش افضل شيء فالنقطة اللي بتعلم يا اسلام دي مهمة جدا. ايه كمان? تعال بقى نتكلم على حاجة حلوة عملها مارس الكولر مطشف اسبوع حصل خطأ دخل فيه هدف في مارمى النادي الاهلي بسبب الركني. تعال نشوف مارس الكولر غير ايه بقى في مطش النهاردة. تعال نشوف الاول الهدف اللي جيه في النادي الاهلي في مبارات بيرامدز. الاولى. الاولى الشورت باص اللي بتعمل ويخش الشيبي. يقوم لعب على طول الاوفر. كم تي حملنا محمد المسئولية اه محمد شناوي الخطأ. ولكن كان فيه مش كيف تلاحظ. بس قبل ما الكورنر يتلاقي بقى وزوريك على وقفة لعيبي النادي الاهلي. اول ما بص هنا بقى. اول ما الكورة تلعبت للشيبي هتلاقي كل لعيبت اللي عاوزة تطلع من الاوف سايد. نكمل. نكمل الفريم بالراحة كده. بص هنا. كل بقى بس. شوف كل لعيبت اللي عاوزة تطلع من الاوف سايد. اول ما الاوفر هيتلاقب جوه السيكس يارد اللي مفروض بيدايق فيها فخر لقايا محمد شناوي. نطلع يعمل الكورة بالبوكس. هتلاقي المشكلة ان احمد سامي جاي. نكمل. احمد سامي جاي. الواحده خاص محدش بص عليه. والكورة ملعوبة في جوه السيكس يارد. ده اخش احمد سامي. ويحط الهدف الاول اللي جابه. المباراة اللي فات. تعال نشوف بقى اللي حصلة في مطش النهاردة على عكس. هاي. بص بقى هنا. لحظة. نرجع بقى قبل ملكورة. بص بقى اول ملكورة هتتلاقي بالشيبي. بص لعيبت النادي الاهلي. في واحد يا كريم ماسك العرضة القريبة. وفي واحد ماسك فخر لقاي. بعد ما كان محمد شناوي مع فخر لقاي اللي واحده. وهتلاقي لعيب تالت لهو سامي ابو علي. كمان واقف على عرضة القريبة. بعد كده كل لعيب من النادي الاهلي واقف مان تومان مع لعيبة نادي بيرميت. فاول ما الكورة هتلعب للشيبي ولا حد هتطلع نكمل. على طول بص هتكمل الكورة. بص اول ما كورة تلعبت محدش من لعيبت الامين. دخل طلع رامي ربيعة عشان كل شوية في واحد. مان تومان. وكان برضو فيها خطورة لنفستو مالي كان رايح لوحد. كورة اللي بعدها في الشوت التاني كورنر برضو نفس الكلام. نفس الكلام بس لحظة قفنا. بص بص يا كريم. لعبت النادي الاهلي كلها تلاتة. ما بقاش فيه فخر لقائي واقف لوحده. بقى فيه لعيب من النادي الاهلي بيزق فخر لقائي عشان ما يدهيش محمد شناوي. وكل واحد من اللعيبة دي مانتو مان وقف معاه عشان نلعب بقى الاوفر. بص يا كريم اول ما الاوفر هتلاقب هتلاقي اتنين على عرضة القريبة عشان خاطر الكورة سورف بتاعها لما يخش على الجوة سيكس يورد هتلاقي النادي الاهلي بطلحها. وده كان وسامة ابو علي. دي تغييرة حصلت من مذاكرة لمارس الكولور او محلل الاداء بتاع السيد بيسيز. عشان دي نقطة مهمة جدا. انت ازاي? في حتة معانة لازم تشغلها. عارف ليه? مارس الكولور ماتش الاهلي والزمالك اللي كان في السوبر السنة اللي فاتت. اللي هو المباراة الاهلي كسب فيها اتنين سفر. الاهلي عملت كان حسام عبد المجيد. اول ما زمالك بيلعب الكرة بتلاقي بالحسام عبد الميجيد وحسام عبد الميجيد وحسام عبد الميجيد كان بيطلع يخوته. ساعتها النادي الاهلي خلى ما فيش اي حد يوقف على العرضة ويبقى عرضة البعيدة وخلى محمد شنية ويبقى عنده حرية الحركة انه يطلع تلاتة اربعة خطوات ويطلع يانا تشيل الكرة بايده. دي كانت تركة عملها لان كانت زمالك ساعتها جاب تقريبا اخر ست سبع هدف الدولي بنفس طريقة مع حسام عبد المجيد لها طريقة القطر كلهم بيوفوا وراء بعض. وحسام عبد الميجيد يطلع لوحد يجيب الجون. فدي شطارة من مرس الكولور المحلق ده بصراحة اللي موجود معنا دلال.